الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صورة يوسف هي أحسن القصص فيها يوسف عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله بنعم وأكرمه الله تبارك وتعالى بنعم من عنده حسن التأويل حسن الحديث البهاء والجمال وحب أبيه له الذي كان يظهره حتى قالوا أن يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ووصفوا أباهم النبي إن أبانا لفي ضلال مبين يوسف عليه الصلاة والسلام يكيد له إخوته انتبهوا معي جيدا وحاولوا تقارنوا بين هذا القصة وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن فهموا الحكمة من القصص الحكمة من الصور التي كانت تنزل في هذا المرحلة فيها كثير من الشبه وفيها المبشرات أيضا إخوانه يكيدون له أجمعوا أمرهم على أن يلقوه في غيابة الجب لاحظوا معايا إبعاد يوسف عن أبيه ومحاولة حصره في مكان بعيدا ألقوه في غيابة الجب هذه المحنة الأولى المحنة الثانية أن سيارة يعني قافلة كانت تسير وجدوا الطائر الذي يدل على الماء يحوم في منطقة ما توجه فإذا بئر وتشبث الطفل بالحبل وهم يرفعونه وجدوا طفلا جميلا ليست عليه سيمة وملامح العبودية دوه إلى مصر وباعوه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين حابين يتخلصوا منها لأنه ربما اتهموا بأنهم قد سرقوه من عشرة ما فيش ملامح العبودية ما فيش فكانوا حابين يتخلصوا منها بأي وسيلة باعوه بثمن بخص المحنة الثانية أنه بيع في سوق النخاسة المحنة الثالثة أنه انتقل إلى المنحة الأولى أنه انتقل إلى قصر العزيز رئيس وزراء مصر يومئذ هناك وفر الله تبارك وتعالى له من الحماية ومن الرعاية الشيء الكثير لاحظوا معايا أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بمحنة ثم أخرجه من هذه المحنة وذهب به ليرعى وليكبر في قصر العزيز حيث الرفاه وحيث عز الدنيا لما كبر واشتد ساعده واكتملت ملامحه وسمات الرجولة فيه يدخل محنة أخرى راودته التي هو في بيتها عن نفسه فاستعصم ولم يجارها في المنكر الذي دعته إليه فألقي به في السجن سبع سنوات أو تسع سنوات المهم لبث في السجن بضع سنين لاحظوا معي أيها الإخوة الأحباب أن يوسف عليه الصلاة والسلام مر محنة محنة منحة محنة المحنة الأخيرة هي محنة الحصار في السجن وهي أشبه ما تكون بالحصار الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب مباشرة من السجن هيا الله له ظروفا رؤيا يراها ملك مصر سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أولها فخرج من السجن إذ كان يومئذ أسيرا لا يملك حريته ليصبح في مقام التمكن والتمكين والإمارة في أرض مصر مرحلة انتقالية مكانش مباشرة من السجن دعي به إلى الملك قالها الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين فأصبح يوسف عليه الصلاة والسلام صاحب الخزائن وزير التخطيط تقرأوا قصة يوسف مباشرة بعد أن أصبح يوسف عليه الصلاة والسلام وزير التخطيط اختفت شخصية الملك واختفت شخصية العزيز لأن الأحداث خلات يوسف فقط هو اللي يبرز في الساحة جاء إليه إخوته وحدث الذي حدث ثم في النهاية عرفهم بنفسه وقد مكنه الله من رقابهم عند ذلك اعتذروا له فقال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وعفى عنهم يوسف عليه الصلاة والسلام ومكنه الله في أرض مصر انتهت قصة يوسف طبعا فيها كثير من العبر أخرى لكن أنا أحكيتكم الحلقات البارزة في قصة يوسف تعالوا بنا إلى هذه القصة لنسقطها على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة من محنة إلى محنة حتى جاءت محنة الحصار مباشرة بعد الحصار ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة وجيزة من الحصار إلى المدينة المنورة فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الحصار كما قد نشوفه في الدروس القادمة بإذن الله جاءت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وإن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عنده تمكن في أرض المدينة وانتقل في هجرته المباركة وأصبح سلطانا على المدينة المنورة بعد مدة وجيزة يشاء الله تبارك وتعالى أن يحاصر رسول الله مكة في السنة الثامنة ويذعن له قومه الذين آذوه حسدا من عند أنفسهم ورفضوا أن يكون هذا اليتيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلوش قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كيف يعني ألم يجد الله غير هذا اليتيم ليجعله رسولا حسدا من عند أنفسهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاصرهم في مكة ودر حظر التجول بعد أخرجهم إلى الكعبة وقال لهم واش تقولوا ما تظنون أني فاعل بكم قالوا له نفس الكلام اللي قاله قالها إخوة يوسف قالوا أخ كريم وابن أخ كريم الآن أخ كريم وابن أخ كريم لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير القلب الرحيم قال أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن الكريم أفهم بلي صورة يوسف نزلت وافهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذكى الناس فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي هذا القصة شبيه بقصته هو وحتى النهايات شبيهة فكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بموقف يوسف مع إخوته حتى الألفاظ قال عليه الصلاة والسلام أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هكذا كان القرآن الكريم يربي يؤدب يعلم يعطي المبشرات ويعطي خارطة الطريق من خلال القصص من خلال التوجيهات التي تعقب القصص القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هي قصة يوسف عليها أعطى قصة يوسف في هذا المرحلة بالذات الله تعالى عن العبث الله تبارك وتعالى حكيم ورب قال لنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلة قد كان في قصصهم عبرة فسيد المعتبرين هو النبي صلى الله عليه وسلم أذكى البشر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقول نحن بالدرجة يفهمها طائرة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن الكريم ويعي معانيه ومراميه وتأويله لذلك كان كما قالت عائشة كان خلقه القرآن موشي خلقه معنها الصوم الصلاة وخلقه القرآن معنها يعفو عن المخطئ ويرحم الصغير ويرحم الكبير صح هذا جزء من لكن خلقه القرآن بمفهومه شامل حركته من خلال القرآن منهج دعوته ومنهج حركته من خلال القرآن الكريم تعامله مع المستقبل من خلال القرآن الكريم تعامله مع المستجدات من خلال القرآن الكريم تعامله وهو منتصر من خلال القرآن الكريم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسترشد ويستهدي بكلام الله عز وجل في هذا المرحلة أيضا نزلت سورة هود صورة هود أيها الإخوة الكرام فيها قصص الأنبياء والمحن اللي عاشوها وكيف كانت العاقبة كان يذكر رب تبارك وتعالى عاقبة الأقوام الذين خاصموا الأنبياء والذين عادوا الأنبياء يذكر رب سبحانه وتعالى العاقبة انتحم ويقول بأن الله تبارك وتعالى دمر على هؤلاء وأهلك هؤلاء وأغرق هؤلاء ويقول والعاقبة للمتقين يذكر المحنة في صورة هود يذكر الله تبارك وتعالى الدعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صاميم الدعوة ويذكر موقف الأقوام التي خاصمت الأنبياء من هذه الدعوة موقف التكذيب وموقف الحرب والمواجهة ومبعد يذكر الله تبارك وتعالى النهايات بأن العاقبة دائما للمتقين وبأن الله تبارك وتعالى كان يدمر على الظالمين هذه خارطة الطريق أعطاها الله لنبيه من خلال قصص الأنبياء ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل لكن ثمت إشارات أخرى في صورة هود نرجعها إلى اللقاء المقبل بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة